اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما تعرض القطاع باكمله الى عقاب جماعي وحصار وتجوية وضغوط من اجل التهجير القصري واتت هذه المشاهد الانسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الانساني السادة اصحاب الفخامة لقد رحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف اطلاق النار وحماية المدينين في قطاع غزة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 27-12 الذي دعا الى التوصن العاجل الى هدى وانشاء ممرات انسانية ممتدة في جميع انحاء القطاع وتدعو مصر المجتمع الدولي في هذا الاطار للضغط على اسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال من اجل الامتسال لتنفيذ هذا القرار لقد عرضت مصر وادانت قتل البدنيين من جميع الاطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات وتؤكد ان المجتمع الدولي يتحمل مسئولية انسانية وسياسية لانقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللا انسانية التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يقبر الناس على ترك بيوتهم واراضيهم السيدات والسادة ان مصر تبزل كافة الجهود من اجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة حيث قامل بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الاولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخصصت مطر العريش ومناء العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم ولكن تتسبب الأليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها ومن ثم فإنما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهم يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لعاشة أهالي غزة إن مصر كانت ولا تزال تعرض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجيل الفلسطينيين بشكل قصري داخل أو خارج غزة خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما أن ترحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيما وتعقيدا كما أن المجتمع الدولي يقف سامتا كذلك أما معهم في غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وماما تشهد الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي ويكون لها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها السيدات والسادة إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة كما نشدد على ضرورة تسوية جزور السراعة والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شكرا لحسن انتباهكم اشتركوا في القناة